أحمد يونس صحفي سوداني يعمل مراسلا لجريدة الشرق الأوسط يقول إنه ظل يخضع لتحقيقات من قبل سلطات الأمن السودانية بسبب كتابته تقريرا صحفيا عكس من خلاله الأزمة الاقتصادية وأبعاد الخلافات السياسية التي بدأت تدب في أوساط الحزب الحاكم وخطر ذلك على مستقبل البلاد تحقيقات انتهت إلى سحب السلطات بطاقته المهنية ومنعه من ممارسة الصحفة فكرة التقرير الذي تم تحقيق معه فيه عبارة عن تقرير تجميعي لمجمل الصراعات السياسية والصراعات العسكرية الدارت في النظام طوال فترة التلاثين سنة التضيق على الصحافة والصحفيين في الآوينة الأخيرة بدأ يتصاعد وأضحى حسب مراقبينه بمثابة حملة ظلت تنتهجها الحكومة كلما ضاق عليها خناق الأزمات وبهذا وجدت الصحافة نفسها محكومة بالمنع من الصدور تارة والمصادر تارة أخرى قضية الحريات الصحفية تكتسب أهمية بالغة في السودان ولذلك اتفق السودانيون على صونها بما نصت عليه وثيقة الحريات التي تمت إجازتها في مؤتمر الحوار الوطني والتي تعهدت الحكومة لاحقا بتنفيذها لكن الحكومة بدورها تنفي وجود سياسة للتضيق على الصحافة إذا كانت هناك جدية من قبل الصحافة والصحفيين فعليهم أن يلتزموا بتلك الحرية الواسعة التي أتاحها قانون الصحافة والمضوعات ذلك لأننا على قناعة بأننا في بلاد تتاح فيها الحرية وتتاح فيها الرأي والرأي الآخر وتعاظمت مشكلات الصحافة في السودان بسبب كثرة القوانين التي يتحاكم إليها الصحفيون في قضايا النشر من بينها قانون الأمن الوطني والإجراءات الجنائية على الرغم من وجود قانون للصحافة والمضوعات مهما كانت المبررات والدوافع التي بسببها تصادر صحيفة أو يمنع الصحفي من الكتابة أو غير ذلك من أشكال التضيق تبقى الحاجة إلى صحافة حرة تسهم في معالجة الأزمات وإحداث تغيير أمرا ضروريا للغاية عبدالباق العوض الحرة الخرطو